أهلا بكم تغلب فريق الفيصل على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم يوم أمس على استاذ الملك عبد الله الثاني وافتتح الفيصل التسجيل عند دقيقة 39 من عمر اللقاء عبر رأسية اللاعب عدي القرى وقبل نهاية الشوط الأول أضاف اللاعب محمد بني عطية الهدف الثاني وفي الشوط الثاني أكد الفيصل على أحقيته بالنقاط الثلاث مسجنا ثالثة أهداف اللقاء عن طريق اللاعب يوسف الرواشد وبهذا الفوز تمكن الفيصل من حصد أول ثلاث نقاط له متصدرا للمجموعة الأولى التي تضم أيضا الصريح وشباب العقبة يستضيف منشستر سيتي نظيره منشستر يونيتد الليلة على ملع في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية التفاصيل في التقرير التالي تتجه الأنظار الليلة صوب ملعب الاتحاد الذي يحتضن قمة من نوع خاص طرفاها أبناء مدينة مانشستر اليونيتد والسيتي في إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد مواجهة الذهاب التي انتهت للسيتي بثلاثة أهداف لهدف نبدأ مع مانشستر يونيتد الذي يعيش أسوأ حالاته هذا الموسم على صعيد البطولات المحلية ويسعى بكل ما أوتي من قوة لقلب النتيجة لصالحه والعودة من بعيد للوصول لنهاء المسابقة أرقام السيتي على أرضية ملعبه ليست بالجيدة أمام اليونيتد حيث حقق انتصارا وحيدا في آخر خمس مباريات جمعت الفريقين في الدور الإنجليزي الممتاز بيب كوارديول مدرب الستيزن أكد على صعوبة المواجهة خصوصا أن المنافسة مانشستر يونيتد قادر على قلب الموازين في أي لحظة رغم الفوز المريح ذهابا من جانبه أكمل اليونيتد تحضيراته بقيادة مدربه سولسكاير الذي أقر خلال تصريحات له قبل هذه المواجهة بأن مهمة فريقه صعبة أمام حامل اللقب ولكنه طالب لاعبيه بأن يتذكروا الانتفاضة التي حققوها أمام باريس سانجرمان الموسم الماضي في دور الأبطال حين قلبوا خسارتهم إلى انتصار تاريخي صعد بهم إلى الدور ربع النهائي الفريقان لم يقدما نتائج مرضية هذا الموسم على صعيد البطولات المحلية ليبقى السؤال الأهم وهو هل ستتلون مدينة مانشستر باللون الأزرق أم أن للشياطين الحمر رأيا مغيرا